وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 446 قضية تمونية بمضبوطات 104 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 32 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 72 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 144 قضية خبز ناقص الوزن و138 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 37 طن أقماح محلية